فقرة هل نشوفك ويانا أحمد هيتم عبر السكايف هلو أحمد ألو ألو هلو أهلا يا عمي شونك شونك يمنورني الله يخليك أنت النور شونكم الحمد لله شونك تحمودي شونك شاب شون صحتك الله يحفظك شون أمورك الله يخليك الحمد لله شونك وضعك والله أنا زين إذا أنت زين الحمد لله زين أقول لك أحمد المخرج ما جاء يسمعك زين صود يرجع علي أحمد المخرج قلي أقول لك رسالة المخرج قلي أوصل لك رسالة زين خل ما بيوم من الأيام رح تشتغلنا خل ما بيوم من الأيام؟ رح تشتغلنا إحنا والله أي أكيد يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتقبل كافة الانتقادات حدي حبيبي لا تدللون زين أحمد أريد أسألك أكثر شخصية تعجبك تحبك أنت أكثر شخصية تممثل تعجبك شخصية تعجبني يعني شخصية عامة ممثل ممثل إعلامي لا ممثل إعلامي يعني اللي أنت بتوجه عليهم دائما أحمد الصوت رائع يشتغلهم الصوت أكثر ممثل يعجبك أو إعلامي أكثر إعلامي أو ممثل 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 مؤاني شوي يعني حاد أحمد يعني راح تطببنا مشاكل بس خلح شي لك يعني بالنسبة للعالم أكثر شخصية شخصية ممثل عالمي تعجبني شخصية جوكر هث ليجر فيلم دارك نايت حلو زين أريد أعرف زين أسألك سؤال من ساعدك في شغلك هسي؟ ساعدك و سنديك منه؟ والله ما يامي يعني بالبداية هواينا ساعدتني وقفتوا إياي بعدياً اللي بقوا أصدقاء القريبين طبعاً أكيد إذا أذكر أسماء راح أنسى أسماء فهواينا ستزعل بس أقرب ناس إليه هو صديق الإعلامي المذيع طاها فيصل عني ساعدون اللي هم مثل أخوتي إن شاء الله وأكيد انتوا إن شاء الله هم مثل أخوتي وعائلتي طبعاً عائلتي القريبين الله يخليك عائلتي يعني عائلتي أبوي وأم وإخواني يعني ساعدوني حتى بالإعداد زين أحمد أغلب فيديوهات قد تكون على إعلامين محددين يعني مثلاً بكر وهيفاء ليش متوجه عليهم دوانا؟ ليش لحيت وياهم أحمد؟ ليش لحيت وياهم أحمد؟ أولاً يعني شوف أنا بكر فترة من فترة صار بينه وبين عمل لكن توجيه النقد أحمد يعني لازم يكون واضح يعني التدشوف المحتوى العراقي اللي يوم مستوى وصل فيعني أنا أقولها بصراحة وقدام الناس بكر محتوى رديء وما عنده أي موفق بالرجل يعني هو بس جميل وصار عنده هيتش متابعين ومشاهدات طبعاً هذا دليل على للأسف تدني الدوق العام فده أحاول آني وهو شباب أنه نوع على الناس يقول يا بترى يعني حاولوا التابعون الناس تستفادون من عدهم مو ناس بس مجرد أنه سوت بزونتي ورحت ويعني شيء شوية مالها داعي فيعني أنا بكر كإنسان يعجبني إنسان مؤدب صح ومعترم لك مقرائياً لهو ولا خيفاء طبعاً ولا معظم اليوتيوبرية العراقيين شوفوا وحنا كإعلاميين أكيد لازم نتقبل الانتقاد نتقبل رأي المقابل الصوت أحمد الأخو الصوت دا يداخل صوتك في الصوت فما دا أسمع زين مجا يسمع زين شباب زين لا إحنا كإعلاميين لازم أكيد نتقبل الانتقاد نتقبل يعني مجا أسمع أحمد أحمد آسف والله شباب الصوت شوية مواضح صوت الضيف مجا يسمعنا الضيف تمام سألتك سؤال من أقرب أصدقائك أقرب أصدقائك أقرب أصدقائي أي يعني معدودين على حسب يعني أصابع الإيد الوحدة قبل كانوا هواية بس يعني مريت بظروف صح صارت فلترة صح طيب أحمد حياتنا إلى هنا يعني أنا اللي عرفه سراتشت عليك شوية بحثتي من بيسرة يا يا أنت مشكلة بسيرت أحمد عرفت أن أنت تكتب شعر فترة معينة وحذقتهم من صفحاتك أصدقائك على أنت مرصعت للبيتونة أين لقيتهم؟ ما سيحن كل هناك ليش مساحتهم والسبب؟ يعني الشعر فشي كلش حلو وحتى مبتعد هو أصلا عن الشعر ليش مساحتهم السبب ورح الموضوع؟ والله أحمد شوف يعني حاولت أختص أكثر يعني أنا مقدم برامج من سنة 2014 على الإداعة واشتغلت بأكثر من تلفزيون وحاولت أن أختص بصناعة المحتوى وحاولت أن يكون المحتوى ماتي شوية بفايدة يعني بثمرة أن الشخص مني يشوف الفيديو ثلاث أو أربع دقائق أو عشر دقائق يعني يطلع بنتيجة ويستفاد معلومة فقررت أن أركز بصناعة المحتوى أما بالنسبة للشعر فأنا كتبا نفسي ويعني حاولت أنه بعد ما نشر أو حذفت القصيدة القديمة زين وإذا طلبت من عندك أن تقول لي قصيدة هس شعرية زين أقول لك قصيدة بس حسب لذكرة لأن أنا ذكرتي أوكي تمام أرد أشوفك بالشعر أرد أشوفك بالشعر اشلونك زين يعني هس أحكي لك قصيدة يلا يلا انطلق يلا طوني موسيقى يلا شباب موسيقى يلا يامعودة 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 شبيتي مغثيتي لتعدلينا غوايا ويو بعصوتي شبيتي نور الحب بحنية أتنصل تغريدة شوية وتحشين انت وحسهم يختل كالموسيقى التصويرية الله عليك الموسيقى التصويرية الله يخليك الموسيقى التصويرية اسمك يمرني حلم بليل ما بيزعل واشبق وغوسوا أحنا وتبرى من الخجل وتاخدني نشوة سكر وتخرذل بمشيتي ولقاني يمت وصل وصفا ببابل حلم تشنك اجيتي خجل واركض اركض أثار حلم من التفت على الوقت صاف اللي ساعة عدل الله فضواتك المشكلة موزونة صدر وعجز يعني بصراحة إليك ميفيدة بيعن ثقل الله ما سوى لفت عن عينك الكارثة من بعد كيلومتر عضيت شفت لئن شفت العيون الكحل عينك السوال في طرف حضنيني خلست لد ما لعلاقة الشرف الله يا ديرت الطيبة بغداد أحبت لون كل يوم وشيء ألف الله علي عود أنا يمتك عود أنا يمتك لو نمرتش حزن لو قهر تلقيني ميت عزل الله والبارحة تخيلت بغداد مرها العشق وضحكاتي طشت عرس والبرد بيهن شوه بالكاظمية تشنت على الأعظمية عبرت ويدجلة في الصورة خذت كامرتي كانت هوة نورس خذاها إلي بفلاش من العشق ما يعترف ضدوا سلامتكم الله عليك الله عليك زين أحمر أردس إليك ما علاقتك بالوسط الشعر مثل علي المنصوري مهند العزاوي رفعة الصافي ما علاقتك بهم بخلي أسئلك أنا قبلها أنت أولا ليش اختاريتي هاي الأسماء وبالتحدي لأن ذول أكثر 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 الناس معرفين بالشعر هسا بالمجتمع صح هما دول أه يعني عادي أحشى بصراحة يعني طبيعي لو يصير زعل مثلا أو البرنامج ما يتحمل شوي حدة لا أشوف أتكيئة مختصرة برنامجنا سهرة أحمد صوتك صوتك باوع برنامجنا سهرة أتنين شو حمد ماذا تسمع وعنى تسمعني دي الداخل وموجه أسمع زين زين شو قاني إذا تسمعني أسمع شي بايوني أسمع شي بايوني زين وعني أنت؟ إي العفو صوتك تسمع تسمع؟ تسمع؟ إي أسمعك أسمعك زين إي إي باوع باوع كبرنامجنا سهرة وترفيهي وشبابي علاقاتي بالشباب الذكارتهم قصدك؟ نعم يعني أوكي لو مو أوكي تمام أي تمام أوكي شوف فترة من الفترات يعني باختصار أنا تشنت يعني شريك بشركة شركة إنتاج فني وتقريبا مختصين بإنتاج القصادة الشعرية والبديوكلي بغاد وينشي يعني هذه الفترة امتدت تقريبا ثلاثة أو أربع سنوات فمن خلال هذا العمل صارت عندي علاقة طيبة بمعظم شعراء بالعراق بالأضافة أن أنا أساساً يعني شنت أحضر مهرجانات وأماسي وشعراء أساساً أصدقائي قبل ما أدخل بهذا العمل اللي انتهى تقريباً بالـ 2017 حيلا فكرة أنه مؤظم مناسباتهم الشخصية يعني أوكي خلاك على المنصورة مثلاً على المنصورة يعني كان صديقي طبعاً صديقي وبايت بيتي وأنا رايح له يعني بيناتنا ميانة وصحبة حلوة ولا حتى مهند العزاوي ولا رائدة مفتيان المهم طبعاً تحياتنا إلى كلهم مناسبات شخصية آخرها هو تحياتنا إلى كل أكيد مناسبات شخصية آخرها وأعظمها وهو استشهاد أخوي الكبير الله يرحمه أحمد ما جوي يعني ما جوي ولا تصلى ولا كل شي فأنت شخص إذا كنت تعتبره صديقك أو كنت تعتبره واحد من الناس القريبة عليك ولا رفعت الصافي ولا يا الله شخص من تعتبره صديقك أو قريب عليك وتالي من تالي أن الشخص هذا ما مهتم بشأنك نهائياً يعني بمناسبات الشخصية كلها السعيدة والحزينة كانوا ما موجودين فأنا يعني خلاص فمن قررت ما أكون موجود وفعلاً صارت لهم مناسبات شخصية وما شئت موجود طبعاً أنا ما أحب هذا نظام الوحدة بوحدة بس يعني ها هي واقع يعني يعني بالأخير يعني أنا أحب الناس اللي تقدر وجودي هذا هو الإنسان يعني صح يالله يعوف هذا الموضوع سألني سؤال ثاني تحياتي لكم يعني هست أوكي أوها يعوف الموضوع ولا أهمك أحمد الله يكلم أنت قلت لي أنت شتغلت بمجال التقديمة التقديمي برامج وفي شيء صح ليش ما استمرت ليش فشلت بهالموضوع أنا هم وصبتني معلومة أنت فشلت بهالموضوع فشلت ليش يش عمودي عصفورتي ما تختار عصفورتي ما تختار أعلم يعني أكرو بذعت الخالدون تحياتي الزملاء بذعت الخالدون تحياتي موعد ومقدم برامج بعدين اشتغلت بقنوات ثانية مونتير ومخرج لكن تقديم البرامج بصراحة يعني من بداية أصنع محتوى بسنة ٢٠٠ ونهاية ١١١ بداية ٢١١ بداية أحب هذا المجال أكثر فصارت عندي التجربة بقناة فضائية لكن القناة كانت تمر بأزمة مالية يعني فتوقف البرنامج يعني هو هاي التجربة الصادقة والشبيرة الوحيدة بقية التجارب ما كتملت لكن بالمستقبل إن شاء الله يعني تجي فرصة زينة وأشتغل عادة إن شاء الله طبعا أحمد أريد أسألك سؤال أخير ليش متابعينك أغلبهم بنات؟ آه آه آآ آه آآ 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 هذا ليس فقط صح 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 المتابعين بالإستقرار قصدر معظمهم بنات أقول لك أنا سترجع لك على صبحتين صحيح والله ما أدري يعني أنا هم المستمر في مرات يعني أشوف التعليقات أو اللايكات أشوف يعني تقريبا يعني نسبت ممكن 80% أو 90% بنات فما أعرف بس هذا الشيء زيان بالنسبة لي يعني ليش والله شوف البنات بشكل عام يعني بالتواصل الاجتماعي يكون أصدق من الولد يعني إذا حبا محتوى وحبا شخص يتابعنا للكاركتر ماله صح يعني يتابعنا بدون ما يبحث لأنه هذا الشخص يعني عن مشاكل أو هو فأنا أحبه شنوة يعني صح الولد بشكل عام يعني هو يمنعهم ويحبون ويتمشكلون وانا ماله شوفوا كل منابش كد حبابات شوفوا زيان أحمد أحمد طب تحيات لكل البنات اللي يتابعون وكل الولد تحيات لألهم أحمد إذا بيوم من الأيام إذا بيوم من الأيام ردت اشتغلنا اليوم يعني همواتين كثمين مخطفين وهنا الأمور هاي ورح نزوج بعد فترة ومدروا شنو وعلى مين بيا طريقة رح تتر علينا بيا طريقة شوف أحمد يعني شوف باوع قبل كل شيء شوف أحمد أحمد تقضون جلسة تصويرية أحمد شوف أحمد مشاكل مثلا توقعون لا لا باع باع جقد ما رح تسرط علينا جقد ما رح تسرط علينا ما رح تلقي علينا شيء قل لي ليش لا لا أنا ما سرط أنا اتصل أحمد حتى لو تتصل حتى لو تتصل أحمد نجيب معلومات عنك ما حد يعرفها ما أنا أقول لك حتى لو تتصل هماتين مرح تقدر قل لي ليش والله أقدر باعلي قل لي ليش ليش احنا تونا تخرجنا علىهم وقناتتنا الفرصة وأول برنامج لنا عاش تديم بعدنا جدد يا الله يوفقكم إن شاء الله والله بعدنا جدد ففرعة تقدر أقول لك بعد سنتر ثلاثة إيه احتيما بس هلسلة مشبتوا هاي حلقات من عنده وأنتوا يتخبرون الله يوفقكم بيكتله يا حبي travelers هذا منذوقك تحياتنا إلك احمد تحياتنا إلك نوارتنا احمد نور نوركم شكرا عليكم على هذه الستضافة والله يوفقكم إن شاء الله وبعلى المرات بدامنا إن شاء الله كل توفيق عليك ومن نجاح الى نجاح الله يخليك تسلمين تسلمين الله يخليك حتى أرافوا ان شاء الله باي باي اتسبوع الى خير احمد